تسلم مدير عام مدرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن وسام معاوية مشروع بناء مركز الطوارئ التوليدية في مجمع الشيخ عثمان الصحي من الجهة المنفذة وخلال عملية الاستلام الممول من السلطة المحلية بالمدرية شاد معاوية بإنجاز المشروع الخدمي الصحي كونه سيخدم شريحة كبيرة من أبناء المدرية واقدا أن المشروع يأتي ضمن اهتمامات قيادة السلطة المحلية بالمدرية في النهوض بالمراكز الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين